تدار القراءة والكتابة منذ أماد بعيدة تربو على خمسة آلاف سنة مع بزوغ الدولة المروية وأصبح قبلة للعلماء والمفكرين من كل حد وصوب لكن الحالة تقير في السنوات الأخيرة إذ بات الكل هنا مشغولا بنفسه راكدا خلف عجلة الحياة ويبدو أن الناس قد هجروا القراءة والاطلاع إلى غير الرجعة متعللين بترد الأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الكتاب أو لتراجع المناهج التربوية الشيء الذي ألقى بذلاله على ثقافة الاطلاع كما أن للشباب اهتمامات أخرى يفضلونها في عصر الانفجار المعلوماتي المكتبات العامة أبوابها مشرعة طوال اليوم من قير رواد فالشباب فضل بعضهم الجلوس طويلا على الطرقات العامة وتبادل الأحاديث والبعض الآخر يتصفح الصحف السيارة دون مبالات لمستقبل الأيام وبعض منهم يرى في البحث الإكتروني طريقة سهلة للمعرفة بدلا عن الكتاب تأليف الكتاب وتوذيعه ليس بالأمر السهل لكن في الآوينة الأخيرة تواجه كسادا في المكتبات الأمر الذي جعل الشاهد يقول أن القارئ السوداني الذي كان نهما للقراءة بدلته عجلة الزمان فكذب مقولة قديمة تردد القاهرة تكتب وبيروت تطبع والخرطم تغرأ فالجيل القديم من القراء أدمنوا الاطلاع والسير في دروب المعرفة الواسعة واحتوت مكتباتهم على أنواع نادرة من الكتب والمخطوطات ورأوا أن في الثقافة قيمة إنسانية قبل أن تكون قذاء للعقول مبينين أهمية رعاية الثقافة وتشجيع الشباب على الإبداع وبهذا تبقى المناشدة مستمرة لإصلاح المناهج الجديدة للشباب واليافعين من خلال قرص قيم المطالعة والاعتماد على الكتاب في بنائهم الثقافية اشتركوا في القناة